نعم انتهت المواجهات واصبحت هذه المناطق تحت سيطرة قوات الجيش الوطني لكن المعركة لم تنتهي بعد فما زالت هذه المناطق مزروعة بالموت وتحتاج الى ايام من العمل حتى يأمن الناس في المرور عليها والحمد لله الامر طيبة ولكن هناك مشكلتنا ومعاركتنا الباقية هي مع الالقام كعادتها الميليشيا لا تترك اي مكان تنكسر فيه الا وحولته الى حقل من الالغام كما فعلت بهذا الطريق المؤدي الى عسيلان غرب محافظة شبوة قوات الجيش الوطني تقول انها تمكنت من تفكيك ثلاثة حقول الالغام في مناطق مقيربة وعقدة صوفة وطريق شركة جنة ما حدث هنا هو صورة جزئية لما فعلته الميليشيا باليمن الذي تحول الى حقول الالغام عشوائية ضحاياها بالمئات وما زالت الاعداد مرشحة للارتفاع خصوصا وان الفرق الهندسية لم تصل الى الكثير من المناطق في الاعراف والقوانين الدولية يحرم استخدام مثل هذه الاسلحة لانها لا تفرق بين مدني وعسكري الا ان الميليشيا ترى فيها الوسيلة الناجعة في حربها التدميرية وتستخدمها لاعاقة تقدم قوات الجيش الوطني احيانا واحيانا اخرى لتفخيخ المنازل وطرقات فلا شيء قابل للحياة الا وقامت الميليشيا بتدميره اشتركوا في القناة